هذه الصدوع لها أهمية كبيرة إحنا لو تكلمنا على انطاق البراكين إحنا يمكن في علم الجيولوجيا عم نعرف بقى لو شغالين في طبقة معينة فيها عبارة عن بطرول أو صروة معدنية معينة بنبحث عنها وشغلة برية في منطقة ما ممكن يكون فينك صدع فالطبقة تتحرك من هذا المكان إلى مكان آخر فلابد في هذا العلم أن أتعلم أن أنا أبحث عن هذه الصروة الموجودة أو الغاز أو البطرول الموجود من هذا المكان لأنه في حركة وإحنا وضحناها في الحلقة السابقة أنه قد يكون صدع عادي أو معكوس أو غيره بيخلي فيه حركات في الأرض الشيء الهم جدا والمولى سبحانه وتعالى لا يكسم إلا على عظيم عندما يقول والأرض ذات الصدع فالمولى هذا القسم قسم عظيم والمولى لا يكسم إلا على عظيم هل الصدع عظيم حتى يكسم المولى عليه؟ نعم أجيب فأقول نعم لأنه لو لا هذه الصدع طبعا فيه قنة لأن فيه براكين في الأرض وفيه طاقة كامنة طاقة مهولة في أعماق الأرض هذه الطاقة تريد أن تخرج من أين تخرج؟ يعني الإنسان شوف لما يكون عنده ريح وغازات وفيه انتفاخات ها فعايز بكان حتى ينفس عن نفسه كذلك الأرض براكين في الأرض وفيه يعني طاقة كامنة مهولة هذه الطاقة تريد أن تخرج فلا تخرج إلا من هذه الصدوع إذن أجيب فأقول لو لا هذه الصدوع لم فجرب من الأرض نعم لذا جاء القصم العظيم من عند الله سبحانه وتعالى لوضح هذه الحقيقة الباهرة هذه الحقيقة العظيمة والأرض ذات الصدع إنه لقول فص وما هو بالهز نعم اشتركوا في القناة